زي ما حضراتكم متعاوزين نطلع نشوف مع بعض تقرير الباس سالر أو الكتب الأكثر مبيعاً للأسبوع اللي فات ونرجع لكم على طول يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع وفقاً لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي جدير بالذكر أن حركة بيع وشراء الكتب لم تشهد إقبالاً هذا الأسبوع بسبب انشغال القراء بالاستعداد لعيد الأطحى المبارك تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التاريخ والتنمية البشرية يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب علاقات خطيرة للكاتب الدكتور محمد طه ويتناول أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية المؤذية لأصحابها وكيفية التعامل معها يأتي في المركز الثاني كتاب أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي للكاتب والناقد الموسيقي كريم جمال وهو محاولة للبحث عن وجه آخر لكوكب الشرق وكشف خفايا سيرتها تحتل المركز الثالث رواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشذلي والتي يأخذنا فيها الكاتب إلى حدث ديني وتاريخي هام تختتم قائمة الأعلى مبيعاً برواية الكاتبة نورا ناجي سنوات الجري في المكان وتدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وفيروس كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل اشتركوا في القناة